أكدت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنى باليمن مسؤولية مليج الحوثي عن الهجومين على السفينتين التجاريتين في البحر الأحمر وكان من الممكن أن يؤدي الهجوم إلى كارثة بيئية وكانت أحد السفينتين ناقلة للنفط وتحمل مليوني برميل من النفط الخامة فيما كانت السفينة الأخرى تحمل أكثر من أربعين ألف طن من القمحة متجهة إلى اليمن وذكرت لجنة الخبراء أن الحادثة ضرب الشحن التجاري إلى اليمن مضيفة إلى أن هذين الهجومين تعد ضمن انتهاكات قرار مجلس الأمن للانخراص في أعمال تهديد السلامة أعمال تهدد السلامة والأمن والاستقرار في اليمن وارتكاب أفعال تنتهك القانون الإنساني الدولي كما أظهر تقرير لجنة الخبراء أن خطام الصواريخ المستخدمة في الهجمات كانت تحتوي على محركات وأجنحة لها خصائص مشابهة للأسلحة الإيرانية